السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم محبي مسلسل بين ليلة وضحاء اليكم ملخص الحلقة 25 تبدأ احداث الحلقة عبير بتشوف فاطمي برا البيت وعم تبكي تسألها عبير شو صاير بتقول لها ضحاء طردتني لاني سمعتها تحكي بالتليفون انه ما نحامل وطردتني مشان ما اغضحها المحامل بيقول لليلة على الورس ضحاء بتحكي لام خالد انه خالد ما عم يهتم فيها عبير تتصل على عبدالله مشان يجي على البيت وتخبره عن اللي ضحاء وبعد ما يجي عبدالله بتقول له ضحاء ما نحامل كذبت على امي وعلى خالد وبتحكي له كل شي سمعته عبدالله بيروح لعند خالد مشان يجس نبضه ويشوف وضع ضحاء بيقول له خالد كل شي تمام ضحاء بتلتقي معها الممرضة مشان يصير عندها حمل جدي وبتهددها اذا ما بتساعدها راح تدمرها ضحاء بتحكي لخالد اذا جابت ولد راح تسميه على اسم ابوه وبينبسط خالد كتير خالد بيسأل عن فاطمي وبصير يعرف بيقول له انه ضربت عيوشة فاطمي وطردناها بس خالد بيستغرب وما بيصدق عبير وعبدالله بروحوا لعند خالد عالمكتب مشان يخبروه عن ضحاء عبير بتطبر خالد بكل شي وينصدم وبيطلب من عبير تتصل بفاطمي فاطمي بتبعت مسج لامينة لانها شافت عبير وقالت له انه عبير راح تساعدها وبتسمع ضحاء المكالمي عبير بتاخد خالد على بيض فاطمي مشان تحكي له اللي سمعته بتطلع فاطمي وبتقول لون انا ما سمعت شي ضحاء بتكون عند فاطمي وبتهددها بتهدد فاطمي اذا حكت راح توديها للسجن خالد بيحجز لضحاء عند الدكتورة مشان يتأكد من حمل ضحاء خالد بياخد ضحاء على الدكتورة وبعد الفوصات بتطلع ضحاء بالفعل حامل وبتنصد انضحاء بشدي الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل ما هناك جديد ولان ذاك في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته